بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الافريقي للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة الى هيئة مدنية تعيش الخرطوم اجواء من التوتر مع انطلاق المظاهرات التي دعت اليها قوى الحرية والتغيير وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع اي اعمال عنف وفي هذا الصدد نشرت السلطات السودانية قوات امنية في عدد من الشوارع بالعاصمة وقام باغلاق الطريق المؤدي الى مقار قيادة الجيش من جانبها حمل المجلس العسكري الانتقالي قوى اعلان الحرية والتغيير المسئولية عن اي تبعات قد تنجم عن المسيرة الاحتجاجية كما حذر المجلس في بيان الله من وقوع اعمال تخريب او اضرار بالافراد ومؤسسات الدولة او تعطيل لحركة المرور او اغلاق للطرق محملا المسئولية في بيانه لقوى الحرية والتغيير عن اي روح تزهق في هذه المظاهرات وشدد المجلس العسكري على انه ليس ضد المظاهرات السلمية ولكنه ضد المندسين والمخربين على حد وصفه مشددا على خطورة الازمة وضرورة ايجاد حل سريع يتمثل بتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات ترضي كل الشعب السوداني لمواجهة ازمات السودان مجددا تأكيده على ان الجيش سيسلم السلطة لحكومة مدنية ويؤكد المنظمون من قوى الحرية والتغيير ان الهدف من هذه المظاهرة هو الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة الى المدنيين